المرحلة الثانية من الانسحاب من الاتفاق النووي بدأتها طهران متحدث باسم الهيئة الطاقة الزرية الإيرانية فاد بأن طهران ستزيد مستويات تخصيب اليورانيوم بناء على ما سماه احتياجات البلاد بهروز كمال فندي المتحدث باسم الهيئة أعلن زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم أربع مرات مشهيرا إلى تجاوز الثلاثمائة كيلو الحد المسموح به في الاتفاق النووي بغضون عشرة أيام اليوم بدأنا العد العكسي لتجاوز الثلاثمائة كيلو لليورانيوم المخصب سنتجاوز هذا الحد بعد عشرة أيام كمال فندي أعلن أن الزيادة يمكن أن تصل إلى أي مستوى بصرف النظر عن نسبة ثلاثة بالمئة وسبعة وستون عشرا وهي الحد الحالي وفق الاتفاق النووي الذي أبرمته تئيران مع القوى العالمية عام 2015 الأعلان الإيراني جاء خلال جولة للصحفيين في منشأة آراك الإيرانية للماء السقيل حيث اعتبر كمال فندي أنه لا يزال هناك وقت أمام الدول الأوروبية للمساعدة في حماية إيران من العقوبات الأمريكية مهددا بتصدير الماء السقيل معتبرا أنه لا يمثل انتهاكا للاتفاق النووي وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد أن بلاده ستواصل تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي في ظل غياب مواصفها بالمؤشرات الإيجابية من الأطراف الموقعة مشددا على استحالة التزام بلاده بهذا الاتفاق من جانب واحد